اشتركوا في القناة ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب الحب في الله قال باب الحب في الله ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جد أحد حلاوة الإمام حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قال الحب في الله بعدما ذكر كيف بيبدأ ذلك الحب وأن ابتداء الحب يكون من الله تبارك وتعالى حتى يحب ذلك الإنسان من أهل الأرض فابتداء هذه المحبة تكون من الله سبحانه وتعالى كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى سبحانه وتعالى على جبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فجبريل عليه السلام يحبه ثم ينادي بدوره في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يضع له القبول في الأرض أي يضع له المحبة في الأرض فابتداء هذه المحبة من الله تبارك وتعالى جاء هذا الإنسان بالأسباب الجالبة لمحبة ربي سبحانه وتعالى له وهذا يتطلب للإنسان أن يصحح الإيمان ثم يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروع ربي سبحانه من آذى لي ولي فقد أذنته بالحرب وما تقارب إليه عبد بشيء أحب إليه مما افترضت عليه وما زال عبد يتقرب بالنوافل حتى أحبه إذن طريق إلى المحبة قلنا ده أمر لا بد أن يحوز الاهتمام من الإنسان لا بد أن يحوز منك الاهتمام كيف أكون محبوبا لرب سبحانه وتعالى هذه أسباب بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى ترى كيف الطريق أن تكون محبوبا عند ربك كل ذلك مبين وواضح في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا أن تعتمد ذلك لم يبقى إلا أن نعتمد هذا الأمر ولذلك كما بيّننا حب ما يتقرب به العبد رب سبحانه وتعالى هو مفترض الله عز وجل علينا لما نتكلم كده مش معنى مفترض علينا يبقى إحنا يعني مباشرة كده يتوجه نظر الإنسان إلى الشعائر التعبدية فقط لا مفترض الله عز وجل علينا من الأمر العروف أنها منكر هذا مفترض الله عز وجل علينا وبعد ذلك وما زال عبد يتقرب إليه بالنوافل يبقى يستزيد من الأعمال الصالحة حتى أحبه فإذا حب الله عز وجل ذلك العبد نادى على جبريل عز وجل إن أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل وجبريل عز وجل ونازل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء ثم يضع له القبول في الأرض وأيضا من هذه الأسباب التي بأينا لنا ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبوكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقون يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله تيما يشاء والله واسم علي يبس سبيل إزاي نبحث كده عن كل السبب ثم أنظر كيف أعتمد هذا السبب لأن فيه بغية فيه هدف كيف أكون محبوبا عند رب سبحانه وتعالى إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة نجى في الدنيا والآخرة وفاز وساعد ذلك الإنسان في الدنيا والآخرة ثم ينتقل الباب التالي الباب الحب في الله إذا أحببت أحببت إنسانا لا تحبه لمصلحة ولكن أنت لو تحبه إلا لله سبحانه وتعالى وبينا أن الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقذ بالجفاء يبقى لا يزيد بالعطاء ولا ينقذ أيضا بالجفاء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله يبقى ده عايز تخليص النية تخليص النية وطهارة القلب وإننا لا نقصد بذلك دنيا ولا مصلحة ولكن يكون هذا من الأعمال الخالصة لليس حانه وتعالى يبقى ده كلام محتاج إلى طهارة القلب وكذلك أيضا دايما الإنسان يقوم برعاية وأيضا صيانة هذا الحب الذي في قلبه لفلان أو فلان يحب لطاعة الله يحب لإستقامته يبقى الحب في الله تحب فلان لطاعة واستقامته حتى لو لم يكن بينك وبينه علاقة إن الذين آمنوا عملوا الصالحات سجعلهم رحمن وده يبقى ترى إزاي بيضع على القلب في الأرض بالإيمان والاستقامة على أمر رب شبحانه وتعالى ترى ذلك الإنسان تحبه حتى لو لم يكن بينك وبينه يعني أي نوع أنواع المعاملات أو العلاقات ليس هناك علاقة نسب ولا مصاهرة ولا معاملة ولكن لما الإنسان بيصحع الإيمان ثم يستقيم عن أمر رب فالله تعالى يجعل هذه المحبة معقودة في قلوب العباد اتجاه ذلك الإنسان حتى لو لم يكن أنك ثم أي علاقة من العلاقات قال يجد أحد حلاوة الإيمان يبقى الإيمان له مذاق حلو طعم طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بينا أن العلماء قالوا حلاوة حقيقية يجد هذه الحلاوة في قلبي في قلبي وفي حلقي يبقى الحلاوة دي أساسا نحن تعقد في القلب لكن قالوا يجد حلاوة هذا الإيمان في حلقي زي ما الإنسان بيطعم طعاما حلوا يبقى بيجد الحلاوة دي تجد هذا طعام حل تجد هذا شراب حل تجد حلاوة هذا الشراب أو هذا الطعام في حلقه وكذلك قالوا ذاق طعم الإيمان طعم طعم الإيمان حلاوة الإيمان يبقى دي حلاوة بيجد هذه الحلاوة في حلقي قبل أن تكون في قلبي ولكن لما يخلص هذه الأعمال أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى يبقى من فيش أي شائبة قاضيحة في ذلك العمل يبقى إزاي أنا فعلا أتوجه بذلك العمل إلى ربي سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورة كما استمعنا إلى الآيات لا يجد أحد حلوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحب إلا الله يبقى داك إنه معيار معيار يزم من خلال الإنسان هذا الأمر يبقى طرى وجدنا الحلاوة أم لم نجد الحلاوة يبقى هو يقول أنه يحب فلان في الله طب إنت وجدت الحلاوة أم لم تجد الحلاوة وكذلك أيضا يبقى حبه للإيمان وكرهه وبغضه للكفر والشرك والمعاصي والمخالفات وكذلك كما قال حتى يكون الله الرسول أحب إليه مما سوى هما لا يقدم محبة النفس على محاب الرب سبحانه وتعالى يبقى يلتمس رضا الرب سبحانه وتعالى قال حتى يحب المرء لا يحب إلا لله يبقى أنت على ذلك كن بصيرا بحالك يبقى لما أقول إني يحبك في الله يبقى الكلمة دين إحنا بنقولها وكلمة كده بتصدر لكن يترى على الحقيقة هل أنت صادق في ذلك هل تجد فعلا حوالي الإمام وهل يترى لو كان هناك خلاف بينك ومن ذلك الإسام كيف تجد القلب هل يتنكر القلب هل ينفر القلب وبالتالي أيضا قد يزداد هذه المحبة في قلبك إذا أعطاك إذا أعطاك هل يترى تزداد إذا أعطاك تنقص إذا منع هل يترى تنقص أو تتغير إذا كان هناك خلاف بينك ومن ذلك هذا الإنسان يبقى لا تزيد بالبر ولا تنقص به الجفاء أيضا حتى أن يقضى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقضر الله يبقى حبه للإيمان حبه للطاعات وفي المقابل أيضا بغضه وكره للشركيات والمخالفات وأذنوب والأثان لكن الله حبب في قلبك الإيمان وزين ذلك في قلبك وفي المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعسان إذا أمر أنا أجد في قلبي إذا أجد في القلب كده حب الإيمان وحب الطعاة وحب الاستقامة وحب أهل الإيمان وفي المقابل الكره والبغض للمعاصي والمخالفات والشركيات ولأهل المعاصي ولأهل المعاصي لماذا لأنهم يتجرؤون على فعل تلك المخالفات يبقى طلب نجد كره ذلك وبغض ذلك في قلوبنا وهل يطلب نجد حب ذلك في قلوبنا بالنسبة للإيمان لكننا أحب إليكم الإيمان وزينهم في قلوبكم وكر إليكم الكفر والفسوق والعسان يبقى حب إلينا الإيمان وزين ذلك في قلوبنا بتجد الأمر أم لم تجدوا في المقابل قر إلينا الكفر والفسوق والعسان يبقى فيه بغض كده للمعاصي أهل المعاصي يحبون المعصية من الذين يحبون أن تشيع الفعش من الذين أمنوا يبقى أهل المعاصي يحبون المعصية وتراهم مقبلا على المعصية طب في المقابل أهل الإيمان يبقى لابد من إظهار هذه المحبة لأعقدت في قلوبهم بالنسبة للطعال ونرى ذلك في إقباله على فعل الطعاد وإقباله على أهل الطعاد يبقى لذلك قال وحتى أن يقذى في النار أحب لي من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذ الله لا يبد أن أنا أستشعر أن الله تعالى نجينا من ذلك الله تعالى نجاك من المعاصي نجاك من المخالفات نجاك من الشركيات هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى هذا لما اكتنبت الشركيات ولما اكتنبت المخالفات والمعاصي هذا المكن بحول إنسان وقواته لكن كل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقواته لما أقبلنا على الطعات وتعلمنا الإيمان كان ذلك بحول الله وقواته ليس بحول العبد ولا بقواته قلنا لماذا هذا كلام عشان فعلا أنا لا أنسى ولا أغفل عن فضل رب سبحانه وتعالى عليه هو الذي اكتبان واصطفانا على الإسلام والذي اكتبانا واصطفانا على طاعته وهو سبحانه وتعالى الذي جعل ذلك الإيمان في القلب وزينا ذلك من في قلوبنا وفي المقابل ايضا كرى الينا الكفر في سوق العصيان يبقى اعرفوا ذلك الفضل ربكم سبحانه وتعالى لما اعرف الفضل ده ازداد من الطعال ازداد من الطعال ازداد من شكر رب سبحانه وتعالى بمزيد من العبودية وحتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما يبقى احب اليه من نفسي هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليون حدكم حتى يكون احب اليه من نفسي وولدي وولدي والناس اجمعين يبقى دي ايضا يعني مسألة همة هذه مسألة همة ليون حدكم حتى تأخذ هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكون احب الينا من انفسنا من ابائنا من اولادنا من اموالنا من اهلنا من الناس جميعا ترى ده الكلام ده موجود ولا مش موجود يبقى انا ده معيار اسعى للوصول الى ذلك يبقى فيه بغية كده يبقى نسعى الوصول الى هذا الامر يبقى كيف توقع هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مش بس كده مظاهر بقى هذه المحبة يبقى نقول انا احب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مظاهر المحبة دي تظهر في مدى اتباع هذا الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبينا ان الله سبحانه وتعالى بينا هناك علامة لمحبة العبد الربي يبقى مش مجرد كلمة كده يتلفظ بها انا احب ربي احب ربي طب فين المظاهر بقى يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني مسألة واضحة يبقى مفيش كلام كده من غير ما يكون ليه مظاهر سلوكية يبقى ده كلام يعني تكلم به الانسان بلسانه طب فين المظاهر السلوكية التي نستدل من خلالها على ذلك وانظر كده الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبر رضي عنه اني لا احبك فلتدعنا ذو كل صلاة يوجه بالخيراته في مظاهره في مظهر الذي نحب مش عمر عن كلام ما ايصر الكلام كلام سهل ومسور جدا سهل يتكلم بما يحل له ولكن المظاهر بقى السلوكية هي التي يستدل من خلالها على صدق هذا الانسان قال حتى وحتى يكون الله رسوله احب اليه مما سواهما يبقى لازم يكون لنا تصور وفي مظاهر سلوكية يستدل من خلالها على ذلك فان قلنا لك دلل على هذا الامر يبقى دلل على هذا الامر يبقى دلال على هذا الامر يتطلب فعلا تقديم محبة رب سبحانه وتعالى على محب النفس تقديم محبة رب سبحانه وتعالى على محب النفس يا ترى لما يكون فيه تعارض كده بين الدنيا والاخيرة أي قدم الحسن من الاخيرة 哪裡 احد كيف كانت ذلك الامر الاخيرة على محبة رب سبحانه وتعالى الدنيا على الأخرة إن كانوا لك تعرفوا بين الدنيا الأخرة هم علجوا القلب من هذه الناحية فأصبح إقبال الصحابة رضي الله عنهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. سلواهم في ذلك سلواهم في سلواهم في إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن هذه المنهيد فده حال الصحابة تم العلاق وبالتالي كان إقباله دايما على أمر أخير الله ما لا عايش إلا عايش الأخير هذا كلام سهل جدا ويسهر الإنسان يتكلم بهذا الكلام لكن المظاهر السلوكية يستدلم خلالها على صدق ذلك الإنسان من عدم صدقه ثم قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم ثم ذكر رؤية عن عبد الله بن زمع رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نتحك رجل مما يخرج من الأنفس وقال بما يضرب أحدكم مرأتهم ضرب الفحل ثم لعله يعانقها وقال الثوري وهيب وأبو محوين عن الشام جلد العبد بما يضرب أحدكم رأته جلد العبد ثم جميعه من آخر اليوم أعوذر في رؤية عبد الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنا أتدرون أي يوم هذا قالوا الله الرسول أعلم قال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله الرسول أعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هذا قالوا الله الرسول أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم والنساء من نساء عسى يكوننا خيرا منهم يبقى دائما كده أول ما تقرأ النداء يا أيها الذين أمنوا رعاها سمعك يبقى انتبه كده انتبه انتبه للخطاب الذي يارد من بعد ذلك يبقى ابتداء كده إلي حرك الإنسان للاستقام الإيمان دائما يبقى الله تعالى ينادي يا أيها الذين أمنوا يبقى بعث الإيمان يتحرك في القلب ثم يقبل الإنسان بكلياته كده بأركانه وجوارحه لكي ينصد تماما إلى الخطاب الذي يارد من بعد ذلك وبالتالي دائما نؤكد أني دي رسالة من ربك سبحانه وتعالى إليك تقرأ رسالة إزاي تقف على المضمون إزاي ثم أنظر بعد ذلك أتصور كيف أفعل هذا المضمون يبقى يا أيها الذين أمنوا يبقى أنا المقصود أنا المقصود ليس غيري يبقى نقول نداء على مين هذا نداء علينا كمسلمين عليك وعلي أنا أقرأ رسالة هكذا وأنت تقرأ رسالة هكذا أول مقرأ يبقى يا أيها الذين أمنوا يبقى لبيك ربي وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تبارك وتعالى أستغفرك وأتو إليك يبقى لازم أتعلم إزاي أستقبل هذا النداء من ربي الله تعالى ينادي عليك ليس على غيرك أنت المقصود لرسالة هذه رسالة مرسلة من ربك إليك إزاي تستقرر رسالة إزاي تقرر رسالة كيف تقف على مضمون الرسالة وبعد الوقوف على مضمون الرسالة يبدأ الدور في مسألة التفعيل ليس يقرأ فقط ولا معرفة محتوى الرسالة فقط أنا أعرف المحتوى المضمون عشان يبدأ الدور الأساسي لي وهو مسألة التفعيل والتطبيق يا أيها الذين أمنوا يبقى انتبه انتباعا تما تخطاب الله يديك بعد ذلك نبيك رب وسعديك وأنا عبدك بين يديك تضغر هذا الانطراح وهذا الانكسار بين يديك سبحانه وتعالى وتنصد بكليتك لا يسخد قوم من قومنا عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسائيا عسى يكوننا خيرا منهم فإنبقى давай المطلوب إبقى خلي بالك من اصدراء الآخرين خلي بالك من أن تنتقس من شأن إنسان أو تستاذبه فخلي بالك الأن لذا أمر مناقد للإيمان موجب الإيمان واغتضى الإيمان يتطلب الإنسان الابتعاد عن اصدراء الآخرين احتقار الآخرين أن تنتقس من شأن الآخرين مهما كان هذا الإنسان أنت قد ترى بهذه الصورة ولكن أنت لو سألناك هل تعلم مكانة ومنزلة هذا الإنسان عند ربي لا أدري لا تدري والكل لا يدري وبالتالي كيف تحقف من شأن الإنسان عسى أن يكون مقبولا عند ربي سبحانه وتعالى إن أكرامكم عند الله أدقائكم فده أمر إحنا ليس الناس بينا نطلع عليه وبالتالي ده إنسان ممكن يكون مهمل في المجتمع يعني مهمل عند الناس مهمل في المجتمع يعني نتكلم يعني لا نأبه لكلامه ولا نستمع لكلامه رث الثياب وكذلك يعني الناس يرونه وضيعا لغير ذلك ليس له أسرة أو عائلة يعني مرموقة ليس له مركز اجتماع مرموق فليس له من أصحاب الجاهو السلطان ولا المال مثل ذلك يبقى لا يرعى في المجتمع بل ترونه مهملا في المجتمع لكن أقول لك من زينة هذا الإنسان عند ربي هل تعلم؟ لا أعلم عسى أن يكون مقبولا عند ربك عسى أن يكون متقدما عليك عند ربك سبحانه وتعالى في المنزل ومرتبها لأن إن كان نفاضل بين الناس بمعايير فليس هذه المعايير عند ربك سبحانه وتعالى المعيار التفاضل بين الناس عند ربك سبحانه وتعالى مبنى على أمر قلبي الشيء موجود في القلب ليس لها سبيل اطلع عليه إن أكرامكم عند الله أتقاكم إن أكرامكم عند الله أتقاكم إذا دي مرتبع تلاش زي بتقوى هذا العبد لربه سبحانه وتعالى واستقاماته على أمر الله سبحانه وتعالى إذا لذلك الإنسان ينتبه إياك وإصدراء الآخرين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله يحب كله مختال فخور وقصد في مشك واغضب من صوتك إنه أنكر أصوات لصوت الحمير كما قال لكمان عليه السلام لولدي في نصيحاته ووصياته قال لا يسخر قوم من قومي أول ما بنقرأ كده أيها الذين أمنوا بنتبه انتباها تأمن يعني تماما تنتبه انتباها تأمن وتستوعب الخطابة الذي يرد بعد ذلك وأترجمه يبقى لا يسخر قوم من قومي والحمد لله أنا لا أسخر من أحد قد لا تعلم السخرية بتبقى أزاي ممكن بالهمز باللمز بالإشارة بأي صورة من الصور لذلك إلا تسخر يعني من أحد ده تطلب مني يبقى ليه تصور إيه السخرية ده هي قد نظلنا السخرية معنا أنك انت في محفل من الناس تتكلم عشان أو تنتقز من شأن فلان لا فين السخرية تسخر منه ممكن يبقى بالكلمة بالفعل بالحركة بالهمز اللمز أي صورة من صور السخرية منها هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن زمع رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نضحك الرجل مما يخرج منه الأنفس أي مما يخرج منه يبقى لما يخرج الريح فعلى ذلك ممكن يعني تضحك من ذلك الإنسان لما تضحك مما تفعل يعني ذا الكلام كده انتبه يعني انتبه لما تضحك مما تفعل أو مما يحدث معك فلذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نضحك رجل مما يخرج منه الأنفس يبقى يقصد بها الريح يخرج بها يبقى نخرج ذلك رجل الريح فكان بصوت ممكن نضحك يبقى دي كانها مادة للسخرية وانتخص من شأن ذلك الإنسان طب فين سنة التغافل فين سنة التغافل قد يكون يعني هذا الريح خرج يعني من هذا الرجل يعني غصما عنه يعني دون انه لم يستطع التحكم فخرج منه في سنة التغافل تتغافل عن ذلك وكأننا لم يحدث سيئا لكن إن ضحك ضحك يبقى دي أيضا صورة من هذه الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بما يضرب أحدكم مرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها يبقى بص كده يعني للأمام تنظر دائما كده للأمام يبقى هناك اشكال بين هذا الرجل مرأتي وبالتالي على ذلك قام وجلد هذه المرأة جلد العبد يعني جلد العبد ضربها بانتقام ثم يعانقها من آخر يوم ثم يجمعها من آخر اليوم فلذلك قال بما يضرب أحدكم مرأته ضرب الفحل أو ضرب العبد أو جلد العبد ثم لعله يعانقها أي ثم يعانقها أو يجمعها من آخر اليوم فكيف يكون ذلك طب نفسية المرأة دي تجاهك تكون إزاي لا يراعي ذلك الأمم يعني البعض لا يراعي ذلك الأمم يبقى هو كده يعني حدث من هذه المرأة بعض الأخطاء كان للعلاج الضرب المبرح وبعد ذلك آخر اليوم يطلبها للفراش يبقى كيف يكون ذلك الأمم كيف كان الضرب هذا انتقام ثم تظهر يعني هذا الإخبال على المرأة طب نفسية المرأة في الحالة ده هل تراها مقبلة عليك غير مقبلة عليك الضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى مسألة الضرب يبقى أدوات التقويم والإصلاح لها ترتيب كده أنا عبد لله أنا عبد يعني لا تنسي أبدا أنك عبد لله سبحانه وتعالى والعبودية تطلب الإنسان أن ينظر الأدب مع ربي سبحانه وتعالى والأدب مع ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى المرأة ممكن يحدث منها نشوز ترفع الرجل طب نعالج الكلام ده زي الدواء ما هو هذا داء الله تعالى لم يصف لنا الداء ثم تركنا لكي نصف نحن الدواء ولكن كما وصف لنا الداء سبحانه وتعالى وصف لنا الدواء طب إذا كانت المرأة بها نشوز يبقى فيه كده وسائل للتقويم والإصلاح كيف أعيد المرأة مرتا ثانية إلى الاستقامة عن عام ربيها يبقى بالوعظ والإرشاد والوعظ والإشتذكير دائما التذكير وإن عشان أنت يبقى فيه وعظ والإرشاد لازم كان يسبق ذلك تعليم يسبق هذا الأمر تعليم أنا أذكرها يبقى أذكرها بما علمناه للمرأة علمنا المرأة كيف تعامل الرجل السنة بالكتاب والسنة كيف هو حق الزوج عليها وإيه الواجبات اللي هي لابد من تقديمها لذلك الزوج وأنها تطيع ذلك الزوج ما لم يكن معصية وكذلك أيضا كيف تسعى المرأة فعلا لإسعاد زوجها هذا والطريق طريق المرأة إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أذكرها كده يبقى أذكرها كده يعني في لحظات المودة والمحبة يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مرأة التي تترك فراش الزوج يبقى تغضب ذلك الزوج يبقى أبنعلمها وبالتالي عند الغضب أنا أذكرها بذلك أذكرها والتذكير يكون يعني مغلف بالمودة والرحمة والشفقة ليس بالغلظة ولا بالتقريع ولا التوبيخ هذا لم يكن هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم التلطف التودد يبقى مودة والرحمة الله سبحانه وتعالى قال لذلك إنه دي قيم التعاول بين الزوجين وبالتالي تستوعب أن المرأة تخطئ يعني تستوعب ذلك تستوعب أن أيضا يكون ذلك النجون في المرأة تستوعب المرأة تقول ما رأيته منك خيرا قط تستوعب ذلك يبقى في المقابل كده أعالج الموقف ده جاي لا تبتعد أبدا عن السنة لا تبتعد كده والسنة دي مواقف حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم منظر إلى علاج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقف تستوعب كده يعني أنه ممكن يحدث يعني بعض السلوكيات من المرأة غير مرغوب فيها إزاي تعالج ذلك الأمر وبالتالي إن كان نجوز يبقى أول حاجة هو بالوعظ والتذكير والوعظ والتذكير المغلف بالمودة والمحبة وأيضا يعني يظهر من كلامك الشفقة والرحمة يعني ما يكونش فيه الغلظة أو الجفاء يعني يبقى إنسان خايف على إنسان يبقى لما ينصحه يبقى نقول هذا المنصح يستشعر يعني هذه الرحمة وهذه الشفقة في كلام الناصح في كلام الناصح طيب يا ترى ما استقامتش ما عادتش يبقى تهدر المرأة في الفراش إن لم يصلح ذلك يبقى كان الضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسائل طيب الوسائل دي لم تصلح يبقى كان التحاكم كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى فالعبودية تتطلب إننا يعني خطوة خطوة يبقى أنتقل خطوة خطوة كما باين ربنا سبحانه وتعالى يبقى ممكن ده إنسان مثلا أخطأ يبقى يأتي كده بي النصح وممكن يأتي الزجر بكلمة غير إنه هو يعني مباشرة كده يلجأ إلى الضرب يلجأ إلى الضرب والضرب ده ضرب بتأديم ليس ضرب بانتقام يبقى جلد العبد ده يبقى بينتقم الحبد لكن هو ضرب المرأة ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى أبدا أنك أنت ده من أجل العلاج وبعد ذلك ده امرأتك هتدرجعها من آخر اليوم يبقى كيف يكون إخبالك كده وكيف يكون المعاملة دي وكذلك أيضا مراعاة لنفسية المرأة يا ترى هي هتقبل عليك عند ذلك يعني هي تطلب ذلك وتتمنى ذلك الأهم لا تتمنى بتعادل زوج عنها في هذه اللحظات يبقى الإنسان بينتبه إلى ذلك قال ثم لعله يعاني ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام وبعد هذا الكلام بدأ يوجلهم هذا النصح والإرشاد كل هذا أساسا لحضور الذان الصحابة الرضي عنهم وبالتالي يقفون لكي يستمعوا بإنصاط تام لما يأتي من كلام بعد هذا الأمر وبعد أيضا حضور هذه الأنفس والقلوب قال في أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم تحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حرمة شديدة جدا الطعن في الأعراض أو الطعن في هذا الإنسان أو اللي هو التعدي على دمائي أو التعدي على أموالي لا تتعدى يبقى الطعنه يبقى السخرية ما هذا الطعن؟ الطعن في العرض يبقى ننتبه كده في أن الله حرم عليكم دماءكم وأمواليكم وأعراضكم يبقى عرض المسلم مصان عرض المسلم مصان نايسة محل لكي يطعم فيه الإنسان يبقى الله تعالى أحرم علينا ذلك كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلذلك انظر بقى الى اهمية هذا الامر ده بلد حرام وشار حرام وهذا يوم حرام كما جاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بدأ الكلام والتوجيه عشان نعرف عظم هذا الامر هو التعدي على الاخرين وعلى حقوق الاخرين سواء كان في دمي او في مالي او في عرضي عرضه يبقاش محل كده للطعم او السخرية او الاستهزاء او الانتقاص من شعري سواء كان بالهمزة او اللمزة او القول او الفعل قال لك حرم ايومكم هذا في شعركم هذا في بلدكم هذا قال باب ما ينهى عن السباب واللعب قال باب ما ينهى عن السباب واللعب ثم ذكر رواية عن ابي واير رحمة الله يحدث عن عبد الله عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق وقتاله كفر قال سباب المسلم في سوق وقتاله كفر يبقى هذا الكلام على العرضه قال في رواية ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إلا لم يكن صاحبه كذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إلا لم يكن صاحبه كذلك كما ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له تربا جبينه أيضا في رواية عن أبي قلابة أن ثابت ابن الضحاك رضي عنه وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب بي يوم القيامة ولعنه ممينا فهو كقتله انقذ ممينا بكفر فهو كقتله ثم ذكر رواية عن عدي بن الثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذاب عنه الذي يجد فانطلق يا رجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي بأسا أما جنون أنا اذهب فما ذكر رواية أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بلالة القدر فتلحى رجلا من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خاركت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعاسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب ما ينهى عن السباب والنعم قال في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أو عن المعروفة بن صعيد قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامي بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبرد الكلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا قلت نعم قال فنلت من أمي قلت نعم قال أنك برؤ فيك جاهلية قلت على حين ساعتي أذي من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت هدي فليطعمهم مما يأكل والبسوا مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما يغلبوا فإن كلفوا ما يغلبوا قال فليعينه عليه قال الإمام بخير رحمه الله باب ما ينهى عن السباب واللعب نرجع عنه كلام سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر